نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله على صفحات بمواقع تواصل اجتماعية منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بايع طرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهما الشخصية كما أوضح المركز أن الصفحات المتداولة وهمية وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات المزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا مشددا على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وتوابط طبقا للقانون